اشتركوا في القناة حابب اني يعلق على مسألي انه جماعة الديسك لايك فيه اشخاص بتتابع وبتعلق بتكتب تعليقها يعني وبتمدح فيه وبتثني على عملي وبتحط لي ديسلايك يعني فكرهم يعني انه هيك يعني الزلمة حطيت ديسلايك ولا ما حطيت اشي ما بهمني اما بالنسبة لموضوع الاستشارات انا كاتب في صندوق الوصف انه انا الاستشارات مجانية للمشتركين بالقناة انا بعمل استشارات مشترك بالقناة ولا مش مشترك بالقناة اذا بدك تستشيرني بمسألة معينة اجاوبك عليها انا بجاوبك عليها وعادة انا بجاوب باولويات يعني اللي بيبعثو يعني ممكن ييجين اليوم خمسين رسالة ما بقدر اجاوب على الخمسين رسالة ولكن أقدم رسالي وصلتني هي اللي أنا بجاوب عليها فممكن عادي جداً أقعد يومين ثلاثة أربعة أنا أو ما أجاوبك لأنه في عندي أولويات بس إنك أنت تيجي تعمل اشتراك وتبعث لي السؤال وبعد ما أجاوبك إنك تلغي الاشتراك في أنك إنه حدقت علي لا أنت ما تحدقت علي ولا تشاطرت علي لأنني أنا أساساً بدي أجاوب فلو ما اشتركت وبعثت لي برضو نفس الإشي راح أجاوبك أما جماعة الديسلايك هدولة الكثرانين اللي موجودين على القناة هدولة أشخاص أصحاب قنوات بعرف ومنهم متزمتين للفلكيين بتابعوني وبشكروني كثير وبحطوا لي دسلايك عشان هيك بطلب من الجميع أنه يعني ورجوهم اللايك يعني صحيح بقشعرك اللايك بخلي لك نوع من القشعر والنمنميك وبزغزغة كلمتك بسلايك بس جرب انتك بسلايك وشوف يعني بقى عساس أنه نورجيهم أنه في ناس كثير بهم هذا المحتوى فمش شرط أني أنا أمشي على رأيهم أو أنه لأنه أنا شوي قاسي عليهم عنيف في التعامل معهم فعشان هيك يعني بدهم يتحملوني الفترة أما الموضوع المهم اللي أنا لفت انتباهي وهو أنه صوتي مزعج أو بزعج صوتي أنا والله لو أنا صوتي مزعج أنا بالنسبة لي أنا بعرف صوتي زي الجروشي يعني يعني يمكن لأني أنا تربيت رجل وإحنا كلنا صوتنا هيك ضخم فطبعتنا هيك يعني ولو بإمكاني أحكي معك أنا بنوع من أنواع دلاء وأحكي معك أنا هيك يعني بنوع من أنواع دلاء الأنوثة يعني ما بتصبطش معي الله يعطيكم الصحة قلنا نروح على التوقعات بس حبيت أضحككم معي يعني على هذا التعليقات هاي اللي بتضحك طبعا اليوم توقعاتنا اليوم الأربعاء ثمانتعاش ثلاثة القمر موجود في منزلة سعد بلع اللي هي منزلة جيدة للعلاج والفراق وإتلاف الأموال والحرية وبما أنه القمر موجود في الجدي فكل الغالب علينا رح يكون بهاي الفترة منعود لطبيعتنا الجادة ومنحاول إنجاز عمل متراكم منجد أنه الأمور ما بتصير معنا بسهولة وممكن يسيطر علينا روح التشاؤم أو على بعضنا علينا الإجتهاد أكثر بوسعنا الشروع بعمل جديد وشراء تحفي أثرية والبدء بحمية وشراء بوليس التأمين بالنسبة للزوايا الفلكية اللي رح تتشكل خلال هذا النهار أول زاوية رح تكون تثليث إيجابية بين القمر والزهرة رح تكون في تمام الساعة خمسة ونص يعني بعد الحلقة مساء بتوقيت جرينيج بتتأجج العاطفة اتجاه الجنس الآخر وبالتالي مننجح بتعزيز العلاقة معهم وبيعطي دفعة للعاملين في المجال الفني والتجميلي والديكور فبيتحسن عطائهم وإبداعهم أما بالنسبة للزاوية الثانية اللي رح تتشكل هي زاوية تزديث إيجابية بين القمر ونبتون رح تكون في تمام الساعة ثلاثة وستة وثلاثين دقيقة صباحا بتوقيت جرينيج بتعزز الخيال الخصب وبيقوى الحدث عنه وعليه أكثر المستفيدين اللي بيعملوا في مجالات ذات صلة في المجال الفني والديكور والتجميل يعني بمعنى آخر بما أنه هدول الزاويتين تشكلوا معناته بكرة يوم مناسب لقص الشعر وعلاج الشعر التالف أو عملية التزيين أو عمليات التجميل أما بالنسبة للزاوية التي تليها هي زاوية اقتران سلبي رح تكون بين القمر والمريخ رح تكون في تمام الساعة ثمانية وثلاثين دقيقة صباحا بتوقيت جرينيج بخلق عنا الشعور بالملل من أي عمل روتيني فمنكون بحاجة للهدوء والتحلي بالصبر في أي مسعى إحنا منقوم فيه بيفضل أخذ فترة من الراحة لاستعادة نشاطنا من جديد واللي بيكون محبط عاطفيا ممكن أنه يثور ثورة عارمة من الغضب عند أدفه الأسباب أما بالنسبة للزاوية التي تليها هي زاوية اقتران إيجابية رح تكون بين القمر والمشتري وهاي رح تكون في تمام الساعة عشرة وستة وأربعين دقيقة بتوقيت جرينيج يعني ظهرا منهتم بشكل كبير بمشاكل ومتاعب الآخرين من حولنا كأنها مشاكلنا إحنا ومنحاول أنه نساعدهم قدر الإمكان يعني نقدر نقوم بعمل إنساني بتلوح الفرصة لتحصيل مكسب مالي وبتساعدنا في تعزيز الروابط العائلية أما الزاوية التي تليها وهي آخر زاوية رح تكون هي زاوية اقتران إيجابية رح تكون بين القمر وبلوتو رح تكون في تمام الساعة وثلاثة وخمسين دقيقة قبل المغرب يعني قبل الحلقة تقريبا بشوي هاي بتعزز قدرتنا على السيطرة على مشاعرنا وأفكارنا ومنتمكن من الغوص عميقا في نفوسنا وإحداث التغييرات المطلوبة وطبعا بما إنه القمر موجود في الجدي يعني خلو المسار القادم رح يكون يوم تسعة وطعش ثلاثة رح يكون في تمام الساعة اتناعش وثماني واربعين دقيقة بعد منتصف الليل ورح يستمر حتى الساعة واحدة وستعشر دقيقة فجرا بانتقل بعد هالقمر لابر جدالو عمر القمر اليوم رح يكون القمر انحصار الهلال ثلاثة وعشرين يوم وفي تمام الساعة اتناعش منتصف الليل بتوقيت جرينيتش بتصير نسبة الإضاءة ثلاثين في المية أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الحوت حتى عشرين ثلاثة المزاج منتزج القمر في الجدي حتى تسعة وعشرين ثلاثة المزاج منتحس عطارد في الحوت حتى يوم احداش اربعة المزاج منتحس الزهرة في الثور حتى ثلاثة اربعة المزاج سعيد المريخ في الجدي حتى ثلاثين ثلاثة المزاج سعيد المشتري في الجدي حتى اربعة وعشرين خمسة المزاج منتزج زحل في الجدي حتى اثنين وعشرين ثلاثة المزاج سعيد أورانوس في الثور حتى 15 ثمانية وبعدين بيبدأ عملية التراجع مزاجه سعيد نبتون في الحوت حتى 23 ست وبعدين بيبدأ عملية التراجع مزاجه سعيد وبلوتو في الجدي حتى 25 أربع وبعدين بيبدأ عملية التراجع مزاجه سعيد وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل يوم مناسب لللي بيبحث عن عمل واللي بيعمل بينجح في دفع بمصالحه بحافظ على إنجازاته القائمة بس أهمش إنك تهدئ من روعك وما تنفعل اتجنب مخالفة القوانين وإحرص على استقرارك اتجنب المخالفات والمجازفات الشائكة وإحرص على لجمها إذا شعرت ببدايتها طبعا القمر معروف إنه موجود في بيتك العاشر بيت السمعة فعشان هيك بيعطيك هاي التأثيرات أما بالنسبة لبيتك الأول فبشوفه أنا اليوم فارغ تماما من أي حظ أو أي سلبية فعشان هيك أنت بتكون على طبيعتك المعهودة يعني بدون أي تغييرات أو بدون أي ضغوطات موجودة عليك فأنت بتتعامل على الطبيعة اللي أنت تكونت عليها أما بالنسبة لبيتك الثاني فأنا شايف أنه اليوم في عندك اهتمامات في إشي له علاقة بالأمور المالية إما أنك أنت بتفكر لمشروع جديد أو لصفقة جديدة أو لشيء لتحسن وضعك المادي خلال الفترة القادمة ممكن هو مشروع الدخاري أو مشروع بتعلق بمسائل إلها علاقة بضبط الميزانية يعني فيه نوع من أنواع الإيجابية في هذا الموضوع إذا فكرت في هذا الشيء ولكن الشيء اللي أنا أبدأ أنصحك فيه اللي هو عملية التقليل من مصريفك قدر الإمكان بالفترة لأنه عندك قابلية لصرف الأموال بشكل عالي جدا أما بالنسبة للبيت الثالث فأنا شايف أن الأمور اليوم برضو على مستوى النشاط الفكري عالي جدا سرعة بديها عالي جدا تقدر تتواصل مع اللي حواليك بعقلانية لكن إنه شوي عندك نوع من أنواع العصبية بما أنه القمر موجود في البيت العاشر فعشان هيك ممكن تثور في أي لحظة أو تعصب في أي لحظة أو في أي نقاش عشان هيك ما تأخذ أي سوء فهم على طول الخط وتكون ردة فعلك عنيفة حاول أنك تمسك أعصابك في منكو ممكن اليوم يخرج في نزهة أو في زيارة معينة في منكو رح يهتم بأمور إلها علاقة بالمواصلات والاتصالات أو شيء العلاقة بسيارة هاتف أشياء من هذا القبيل ممكن صيانة أو شراء أو حتى اطلاع على تكنولوجيا جديدة بالنسبة لبيتك الرابع شايف أنا اليوم التركيز الكامل رح يكون على مستوى البيت في أمور إلها علاقة في البيت في مشكلة معينة أو مشروع معين أو ترتيب معين أو نوع من أنواع الصيانة أو الديكورات الجديدة أو شراء بعض الأشياء اللي إلها علاقة بالأثاث أو بتفكر في تغيير معين لعلاقة في البيت ممكن أشياء تصليحات وترميمات أو تغييرات في مشكلة لأحد الأبناء أو الإخوة بتهتم فيها برضو بشكل كبير اليوم أما بالنسبة لبيتك الخامس فالأمور العاطفية عندك ضعيفة شوي فعشان هيك منقول حاول أنك أنت تخفف من حديتك وعصبيتك في التعامل مع الحبيب لأنه ممكن أنك تثور بأي لحظة من أي تصرف أو من أي كلمة فعشان هيك حاول أنك أنت تمسك عصابك لأنه ممكن أنت اللي تكون مستفز اليوم في تصرفاتك وأفكارك حاول أنك تمسك حالك شوي هيك حاول أنك تصفي ذهنك حاول أنك أنت ما تتسرع بالحكم أو بالتصرف خلي في عندك نوع من أنواع المرونة أما بالنسبة للبيت السادس فأنا شايف الأمور على المستوى الصحي جيدة ما في أي شيء بيرهقك لكن أنه أنت بتشعر ببعض الإرهاقاتك بتتيجي بشكل طفيف يعني زي ما إلك نفس تعمل إشي ما إلك نفس تتحرك حاس حالك منهك عندك وهن نوع من الضعف شغلات زي هيك ولكن أنه هو كضعف صحي ما فيه بتقدر اليوم برضو تنجز كثير من الأعمال الموكلة لإلك في عندك سرعة بديهة عالية وعندك خطط تجارية عالية جدا اليوم أو استثمارية أما بالنسبة للبيت السابع فبرضو نفس الإشي أنا شايف أنه فيه نوع من أنواع الفتور في العلاقة العاطفية بينك وبين الشريك فعشان هيك يحاول أنك أنت في ساعات المساء ما ثتور وما تعص بزيادة على أساس أنه ما تنفجر العلاقة هاي وتوصل لمرحلة أنك ما تقدر تسيطر عليها لدرجة أنه ممكن أنه يصير فيه مشكلة أو زعل خصوصا أنه الفترة القادمة رح تدخل على فترة حادة جدا مع الشريك فعشان هيك يحاول أنك تمسك أعصابك وما تبلش من الآن في عملية العصبية والمشاكل أما بالنسبة للبيت الثامن فأنا شايف أنه في بعض النقاشات لها علاقة بأمور مالية ممكن أنت إلك ديون على أشخاص بيحاول أنهم هم يعملوا جدول معك ممكن أنت إلك مطالبات بيحاول أنهم يتأخروا في عملية السداد ممكن أنت بتطلب قرض أو سلفي من أشخاص معينين ولكن أنه هذول الأشخاص بيحاول أنهم يتربوا منك برضو نفس الشيء حاول أنك تمسك أعصابك يعني الفترة فيها نوع من أنواع الضغوط يعني ممكن أنها تمشي بالأيام القادمة ولكن بالفترة هاي حاول أنك أنت تتعامل بالأمر بعقلانية يعني فيه مبادرات ولكن المبادرات هاي لسه ما نضجت بشكل المطلوب أما بالنسبة للبيت التاسع طبعا اللي عنده امتحان اليوم أو عنده دراسة أو عنده مشروع معين أو بحث معين بيقدر ينجز فيه بشكل ممتاز جدا بيقدر يقدم أشياء كثيرة بيقدر يتواصل أو يتصل مع أشخاص معينين خصوصا من جهات خارجية عن طريق الإنترنت أو مراسلات أو رسائل أو اتصالات هاتفية ممكن نوع من أنواع الاطمئنان على أشخاص خارج البلاد يعني فيه اتصالات خارجية كثيرة رح تكون طبعا ما رح نحكي عن فرص السفر لأنه طبيعة الحال إذا هسا أنا بدي أقول لك فيه مجال للسفر وفرص للسفر الكل بدو يضحك علي يعني بقول لك كورونا وسكروا لحدود وين بدنا نسافر فعشان يك احنا منعطي الأشياء الأقرب للواقع ما منعطي الأشياء اللي هي أبعد عن الواقع فممكن بعضكم يهتم بحضارة أو بثقافة معينة أو في جدال أو نقاش معين له علاقة بمجالات السياسة والدين والأشياء اللي من هذا القبيل فيه منكم ممكن يحكي بالفلسفة أما بالنسبة للبيت العاشر فذكرناه في بداية التوقعات أما بالنسبة لبيتك 11 فاليوم فيه عندك نوع من أنواع التواصل العالي جدا مع بعض الأصدقاء أو مع بعض الأقارب أو مع بعض العلاقات العامة بتتواصل معهم إما لاتمئنان عليهم أو لا نوع من ترتيب إما مقابلة أو زيارة أو ممكن يتوجه لك دعوة لحضور حفلة أو مناسبة ممكن تكون على نطاق ضيق يعني اجتماع عائلي أو اجتماع أصدقاء في نطاق ضيق جدا أما بالنسبة لبيت المتاعب بدك راعي وضعك الصحي والتقلبات الصحية بهذه الفترة بما أن الشمس لسه موجود في بيت المتاعب فعشان هيك بقول لك بدك تحتاط يعني شوية منعتك شوية نازلة حاول أنك تدير بالك ممكن تشعر ببعض التعب الصحي أو اللي عندهم أمراض مزمنة ممكن يحسوا في نوع من أنواع الخلل فيحاول أنه يراقب وضعه الصحي بشكل جيد حاول أنك تنجز الأعمال الضرورية بدون ما ترهق حالك وحاول أنك تخلد للراحة وحاول أنك تمسك عصبيتك قدر الإمكان برج الثور بتنشطوا في مجال الدراسة والسفر والاتصالات لا سيما لبعيدة تشعروا بقوة العاطفة وتجاوب أحبائكم معكم ممكن تذهب في رحلة أو ترويج العمل أو تحصل على معلومات ما كنت تتوقعها بيكون هناك نجاح وحظ في حياتك العاطفية والعائلية هيك القمر بحكي لك بما أنه هو في البيت التاسع فعشان هيك يخلينا نشوف الخارطة الفلكية أيش بتحكي لك بالنسبة لبيتك الأول أنا شايف أنه الأمور على المستوى الشخصي والنفس اليوم أحسن من أمس كمان يعني بترتفع البعناميات عندك بشكل ملحوظ جدا لدرجة أنه أنت حابب تعمل أي تغيير أو أي شيء يخرجك من هذا الإطار الضيق اللي أنت كنت موجود فيه خلال الفترة الماضية حابب تعمل أي تغيير حتى لو على مستوى شخصي أو نفسي أما بالنسبة للبيت الثاني فعندك نوع من أنواع الاهتمام بأمور مالية ممكن هذا الاهتمام هو عملية ضبط للميزانية أو ترتيب وضع معين للميزانية ممكن أشياء إلى علاقة في المصريف أو الحد من المصريف أو بعض المشتريات اللي بترهقك في هذه الفترة حاول أنك تمسك حالك شوي تمسك إيدك شوي ما في داعي للمصريف الزائدة خلال هذه الفترة ممكن بعضكم يفكر في شراء أشياء ضرورية هي ولكن أنه ما يشتري الأشياء الكمالية أما بالنسبة للبيت الثالث فأنا شايف أن الأمور جيدة على مستوى لاهتمام بالاتصالات والمواصلات التنقلات السفريات البحوث الدراسي المطالعة القراءة يعني كل هاي الأمور راح تكون جيدة عندك سرعة إقناع وبديهة عالية جدا يعني بتقدر اليوم تناقش في أي موضوع بشكل عقلاني جدا ولكن دير بالك من الاستفزازات أنه حدا يستفزك أما بالنسبة للبيت الرابع فأنا شايف أنه الاهتمام على مستوى البيت أعلى من المتوقع يعني في عندك اهتمام عائلي أو منزلي عالي جدا بتهتم بأبنائك أو إخوانك أو عائلتك تحديدا بشكل عالي جدا بالفترة هاي فيه نوع من أنواع الاهتمام بإشي بتعلق في المنزل ممكن شيء له علاقة بالعقارات أو بتطوير المنزل أو بتغيير ديكور أو تزبيطات داخلية على مستوى البيت ممكن شوية نشاط داخلي يعني فيه نوع من أنواع لفت النظر العالي يعني فيه برضو استقرار واضح على مستوى البيت يعني ما فيه ضغطات عالية جدا إلا إذا كان أنت عندك مشاكل سابقة وللسه ما حلت أما بالنسبة للبيت الخامس فهو فارغ تماما على مستوى العاطف اليوم يعني أنت بوضعك الطبيعي أو الروتين الطبيعي بتتعامل مع الحبيب يعني كإنسان عادي بتتعامل معه ولكن ما فيه حرارة في الداخل عندك عشان أنت تخرجها فيه نوع من أنواع الفتور في طريقة التعامل حاول أنه برضو أنت بما أنه هذه المرحلة وصلت لها هيك أو هذا اليوم هيك تأثيراته الفلكية فحاول أنك أنت ما تستثار من أي كلمة فتعصب أو الثور أو تخلق مشكلة من لا شيء أما بالنسبة للبيت السادس فاليوم تقدر تنجز كثير من الأعمال الموكلة لإلك ممكن أنت اليوم تتحرك بأكثر من اتجاه على المستوى العملي أو يكون فيه نوع من أنواع ضغط عليك ولكن بالنسبة لإلك بتقدر تنجز كثير من الأعمال بسهولة تامة رغم كثرتها ولكن أنت ما رح تمل ولا رح تكل أما بالنسبة للوضع الصحي فإجمالاً الوضع الصحي جيد ما فيه أي شيء موجود على الساحة إلا إذا أنه أشياء عابرة صحيح أنه بيت المتاعب بضغطك شوي صحياً ولكن برضو مش بالشكل القوي بس نوصل لعنده إن شاء الله رح نشرح أما بالنسبة للبيت السابع فأنا شايف أنه برضو على مستوى الشراكي فيه نوع من أنواع الحدية والتعامل ما بينك وبين شريك المال أو العاطفة وخصوصاً هاي رح تصير في ساعات المساء عشان هيك يدير بالك في ساعات المساء من الحدية من المواجهة أو العصبية أو أنك أنت تحتد على كلمة معينة في الثور وبعدين هات خلص يعني رح توصل لمرحلة المشكلة الكبيرة اللي رح تترتب لأيام وانت تعاني من هذه المسألة فعشان هيك حاول أنك تمسك حالك من العصبية أما بالنسبة للبيت الثامن فأنت فيه أشياء بتحاول أنك تعالجها لأمور إلها علاقة بالديون أو الفواتير أو الأمور الضاغطة وخصوصاً أنت الآن في فترة فيها نوع من أنواع التوتر خصوصاً مع ظل الظروف الراهنة في ترتيبات للفترة القادمة فهذا الإشي شوي برهقك أنت وانت بتفكر في المسائل هاي ممكن يطلب عليك التزامات كثيرة وممكن يطلب عليك بعض الطلب لمساعدات أو نوع من أنواع الدعم صحيح أنه في نوع من أنواع المماطلة اللي راح تشوفها مع الأطراف الثانية ولكن أنه الأمر ما بيكون بالضغط الكبير بتقدر أنت تتجاوز بذكائك هذه المرحلة وترتب أمورك بشكل جيد بدون عصبية واندفاع وتهور أما بالنسبة للبيت التأسع فإحنا حكينا عنه ببداية التوقع بالنسبة للبيت العاشر شايف أنا برضو في عندك نشاط عالي جدا خصوصا للأشخاص اللي بيعملوا من ضمن شركات مع زملائك بالعمل ورؤسائك بالعمل ممكن بتخططوا لفكرة معينة أو لمشروع معين أو لترتبات معينة للمستقبل ممكن نوع من أنواع الضغوط العالي جدا ترتيب أو تجهيز لشيء قادم فأنتوا قاعدين بتستعدوا من الآن فعشان هيك في هذا الضغط ممكن أنه يولد عندك طاقة كبيرة لدرجة أنه أنت تمدح على هذه الإنجازات اللي أنت قاعد بتحققها أما بالنسبة لبيتك 11 ففي نوع من أنواع التقصير أو الفتور في التعامل مع الأصدقاء بالفترة هاي أو نوع من أنواع التهرب يعني لأنه فيه أشياء شغليتك أكثر فعشان هيك أنت مركز على الأشياء الثانية أكثر من الأشياء هاي فممكن أنه لو توجه لك دعوة أو أشياء لها علاقة بمناسبة وهذا تحضرها يعني على مضض مش بالشكل القوي اللي أنت حاب أنك أنت تتفاعل فيه يعني حضور مجاملي فقط لا غير أو اتصالات مجاملة لا غير أما بالنسبة لبيت المتاعب فأنا شايف بيت المتاعب بضغط عليك بشكل عالي جدا خلال هذا النهار فعشان هيك بتلاقي التوتر والعصبية موجودة ومسيطرة عليك بشكل كبير وثاني شي بتلاقي أنه الطاقتك شوي ضعيفة عشان هيك عندك قابلية أنه تتوعك صحيا خصوصا ألم لها علاقة بالقلون أو بالأمعاء أو شيء شبيهة بالإسهال أو التلبكات المعاوية أو أشياء من هذا القبيل حاول أنك تنظم غذائك وتراقب غذائك بشكل جيد وحاول أنك أنت تخلد للراحة برضو فيه نقطة ضعف ثانية موجودة اللي هي التوترات العصبية اللي هي اللي بتأثر على العضلات والشد العضلي خصوصا أسفل الضير برج الجوزاء بتعيدوا تنظيم أموركم المالي المشتركي والفرصة متاحة لمكسب مالي مع هيك خففوا من النفقات المتصاعدة سارعة في تهدئة الأجواء هاي فترة مناسبة للإطلاع على أراء الغير تتلقى مساعدة أو تعاطف عليك أن تتحلى بالليون والتفكير الموضوعي طبعا القمر موجود في البيت الثامن فعشان هيك هو بركز على الأمور المالية المشتركة حاول أنك أنت تنتبه لهاي الأمور بشكل كبير خلال هذا النهار أما بالنسبة لبيتك الأول فاليوم أحسن من الأيام الماضية من ناحية الضغط أخف فبتلاقي أن الأجواء شوي على المستوى النفسي أخف فعندك قابلية أنك أنت تندمج معلي حواليك وتنبسط وتضحك عندك قابلية أنك تتعامل مع الكل بليونة أما بالنسبة للبيت الثاني فأنا شايف أنه الأمور المالية رغم أنه إحنا قاعدين منحذرك من النافقات إلا أنه أنت زي نوع من اللي بتفشش أو حابب أنه يشغل مخه عن الواقع اللي هو فيه فبروح بلجأ للمشتريات والأشياء الكماليات اللي هو أساسا ممكن يستغني عنها أو يأجلها فيه أشخاص منك مرهقيت الأمور المالية بظل الظروف الراهنة فعشان هيك يفكر قاعد في المستقبل أكثر ما بفكر في الحاضر يعني بحاول أنه يستعد للفترة القادمة ولكن برضو مش قادر يلحق الأمور هاي فيه فرص لاسترداد بعض الأموال أو كتحصيل ديون أو نوع من أنواع الدعم خلال هذه الفترة ممكن أعمال الدر لك شوية نقد تقدر أنت تدخله في الفترة القادمة أما بالنسبة للبيت الثالث فاليوم عندك قدرة عالية بدلشت يعني تطلع طاقة اللي عندك اللي هي طاقة ذهنية فعندك قدرة عالية جدا على التواصل وإقناع الأطراف الأخرى بوجهة نظرك بتقدر اليوم تبحث أقلية مسألة وتناقش في أي مسألة تعمل بحوث أو دراسات أو حتى أنك أنت تعمل دراسة لشيء معين أو تناقش في مسائل معينة وتقنع أي شخص بوجهة نظرك يعني فيه نوع من أنواع الحدية في طباعك ولكن أنه أنت بتقدر تتحكم فيها إذا أردت ذلك أما بالنسبة لوضع البيت فأنا شايف أنه فيه نوع من أنواع الضغوط على مستوى البيت يعني بتعمل لك نوع من أنواع التوتر أما إلزامك بأشياء أنت ما بترغب لها أو تطلب منك أشياء أنت يعني مش حاب أنك تلتزم فيها أو تدخل فيها يعني يوكل لك أمر أنت حاب تتهرب منه ولكن هذا الأمر في النهاية راح تدخل طرف فيه ورح تدخل في مجالنا المناقشة في هذا الموضوع أهم إش أنك ما تحتد وما تعصب ممكن بعض الأشخاص يطلبوا عونك أو مساعدتك في أمر معين فأنت تلب النداء بصد الرحب أما بالنسبة للبيت الخامس فالأمور العاطفية شيئا ما روتينية ولكن أنه برضو بغلب عليك أنه أنت حساسيتك بدها نوع من أنواع المجاملة العاطفية ممكن تزعل وتتذاير من تقصير الحبيب ولكن أنت برضو بدأت عدور أنه الفترة هاي فيها نوع من أنواع ضغوط على كثير من الأبراج على المستوى العاطفي حاول أنك تلتمس الأعذار عشان أنت تقدر تطلع من هذا الضغط أو أنك ما تحمل الحمل أكثر لحبيبك أما بالنسبة للبيت السادس فأنا شايف أنه الأمور على المستوى العملي أنه اليوم تقدر تنجز كثير من الأعمال الموكلة لإلك عندك نشاط أنك أنت تعمل كثير وتنجز كثير رغم أنك حاسس أنه تقطق ضعيفة ولكن أنه برضو أنت حابب تخلص اللي عليك فهذا حاسه زي نوع من أنواع العبئ أنت بتحاول تنجز فيه على أساسه ما يتراكم عليك في الأيام القادمة بطلب منك برضو مراقبة وضعك الصحي لأنه شوي ممكن أنك تشعر ببعض الإرهاقات خلال هذه الفترة أما بالنسبة للبيت السابع بيت الشراك المالية والعاطفية فبشوف فيه نوع من أنواع الحدية بالتعامل ما بينك وبين الشريك لأسباب يعني أنت نفسك بتجهلها يا أما هي حدية الطباع يا أما هي نوع من أنواع الضغوط لزيادة اللي موجودة عليك وأنت بتتفشش في هذا المجال يا أما أنه ما فيه نوع من أنواع التواصل الجيد ما بينك وبين الشريك يعني ولكن أنه الأمور ما بتوصل لمرحلة الزعل الطويل بتقدروا تعالجوا المسألة بشكل سريع أما بالنسبة للبيت الثامن فذكرناه في بداية الحلقة بداية التوقعات تحتك أما بالنسبة لبيتك التاسع فأنا شايف أنه برضو في عندك نشاط فكري لعملية الاتصال أو الاتصالات الخارجية مع أشخاص خارج البلاد أو التواصل مع أشخاص خارج البلاد ممكن عمل بحث أو متابعة أفلام أو أشياء دوكومنتري بتحكي عن بلد معينة أو عن ثقافة معينة ممكن تدخل بنقاشات إلى علاقة بالفلسفة أو بالدين ممكن تبحث مسائل إلى علاقة بالسفر أو في دول ثاني أما بالنسبة لبيتك العاشر فأنا شايف أنه الأمور على المستوى البيت العاشر يعني جيدة جدا خصوصا على مستوى الأعمال على الأشخاص اللي بيشتغلوا في الشركات الكبيرة بيقدروا يتواصلوا مع زملائهم ورؤساهم بالعمل لإنجاز خطة أو وضع خطة مستقبلية للفترة القادمة ممكن يكون فيها نوع من أنواع التعب ولكن أنه بتقدر تنجز إنجازات كبيرة خلال هذه الفترة رغم الضغوطات الموجودة يعني وهذا الإشي إذا قدرت أنك أنت تكمل فيه ممكن أن يجي نوع من أنواع الإطراء أو الشكر إلك أو نوع من الثناء عليك على إنجازك هاي المهمات أما بالنسبة لبيتك 11 بيت العلاقات فأنت مش اجتماعي نهائيا بالفترة هاي لأنه أنت حاسس أنه عندك عصبية عالية جدا فممكن لو لبيت النداء أو وجهت لك دعوة في هذه الأيام ممكن تثور ثورة عارمي بوجه أي شخص ممكن ينتقدك أو يوجه لك أي كلمة وممكن أنت بتحب تتواصل أو تروح زيارة ولكن بتلاقي الرفض من الأطراف الأخرى أو تعطيل أو إلغاء لهذا الأمور فحاول أنك ما تحتد وما تعصب يعني الأمور أنت شايف الجو العام إيش هو فحاول أنك تلتمس الأعذار أما بالنسبة لبيت المتاعب فهو اللي لسه بضغط على أعصابك وبضغط عليك فعشان هيك بسوي عندك نوع من أنواع التوترات أو الالتزامات اللي بترهيقك حاول أنك تنجز الأعمال الضرورية وحاول أنك تأخذ قصد كافي من الراحة بدون ما ترهيق نفسك الزيادة حاول برضو أنك تلتمس الأعذار للي حواليك برج السرطان يوم مناسب لتعزيز شراكتكم سواء في مجال العمل أو العاطفة بوسعكم إتمام خطبة أو زواج أو توقيع عقد تجاري في هاي الفترة احنا منسميها فترة سلبية لأن القمر مقابلك تماما فعشان هيك بتحس في نوع من أنواع الضغوطات ما بينفعك سوى الصبر والمروني بهاي الفترة ممكن تتعرض لبعض المضايقات أو الخلافات خلال هذا النهار أما بالنسبة لبيتك الأول فأنا بقولك أن الأمور على المستوى النفسي مش ولابد لأنه أنت القمر مقابلك فبضعف طاقتك فعشان هيك بتحس أنه أنت يعني بتأدي الأمور بشكل روتيني فيه نوع من أنواع الهواجس أو الأفكار النفسية اللي أنت بتتفكر فيها بترهقك شوي حاول أنك أنت تتجاوزها بالفترة لأنه معروف أن القمر لما يكون مقابلك بضعف طاقتك مباشرة أما بالنسبة للبيت الثاني فأنا شايف الأمور المالية برضو بتدخل يعني مرحلة جديدة عندك أنه أنت بتفكر قاعد بالالتزامات المالية والضغوط المالية بشكل كبير أو جدولة أو أفكار لها علاقة بالوضع المالي خلال الفترة القادمة عشان هيك بترتب بأوضاعك بشكل كبير فيه ممكن يحصل على بعض الدعم المالي ولكن هذا الدعم ما رح يكون الدعم اللي أنت بتنتظره أنت بدك إشي أكثر من هيك عشان هيك حاول أنك أنت تقلل من مصريفك وترتب الأمور وتجدولها بطريقة جيدة خلال هذه الفترة أما بالنسبة للبيت الثالث فنوع من أنواع الحدية والعصبية في التواصل أو الاتصال مع الأطراف الأخرى فعشان هيك لو عندك ردة فعل سريعة جدا عصبية ممكن أنت تثور في أي شخص بده يناقشك في أي مسألة حاول أنك تمسك أعصابك حاول أنك تنتبه أثناء القيادة أو أثناء التنقلات أو أثناء الاتصالات من ردة الفعل عشان هيك هذا الوضع ما بنفعك على مستوى الاتصالات والمواصلات أما بالنسبة للبيت الرابع فشايف أنا على مستوى البيت الأمور يعني شيئا ما فيها نوع من أنواع الهدوء إما أنهم هم بتحاشوك لأنه خايفين من عصبيتك وثورتك خلال الفترة أو أنه هم يعني عارفين أنه أنت عصب المزاج فهم بتجنبوا أنهم يدخلوا معك في نقاشات أو يلزموك في أمور ممكن أنت ما رحتو فيها بالفترة فيه نوع من أنواع الضغوط اللي إلها علاقة على مستوى البيت ممكن بتعاملك مع أحد أفراد البيت أو أحد الوالدين أما بالنسبة للبيت الخامس فيعني حدث ولا حرج عن كم الطاقة الموجودة عندك لخلق المشاكل هذا طبعا كل ياته بسبب أنه وجود الشمس مقابلك تماما حاول أنك تمسك أعصابك وما تتحسس لأي موقف على أساس أنك الثور مقابله بشكل مباشر حاول تمسك أعصابك الموضوع مش محتاج غياء رغم كل هالضغوطات كمان تيجي الضغوطات من خلق مشاكل ممكن أنك أنت تتجاوزها للفترة القادمة يعني أمور بحاجة للصبر خصوصا بتعاملك مع الحبيب أما بالنسبة لأبيتك السادس على المستوى العملي أنت قادر تنجز كثير من الأعمال الموكلة لأيك يعني بتتحرك وبتنجز ما عندك أي مشكلة في عندك سرعة بديهة عالية لحل أي موضوع خصوصا الأمور اللي إلها علاقة بالعمل فعشان هيك بتقدر تنجز كثير من أعمالك خلال هذا النهار راقب وضعك الصحي خوف بعض القصور أو بعض الأشياء اللي ممكن تظهر دون سابق انذار يعني راقب حالك بشكل جيد أما بالنسبة للبيت السابع فذكرناه في البداية بالنسبة لبيتك الثامن يعني يمكن الإرهاقات المالية أو الالتزامات المالية هي اللي أكثر إشي بتضغط عليك ولكن ما تستخدمها نوع من أنواع الذريعة لفتح مجال أو مشكلة مع الشريك مشاريك المال أو شريك العاطفي حاول أنك أنت برضو تشوف أنه الأوضاع شو وضعها العام وحاول أنك أنت تلتمس الأعبار بالفترة هاي صحيح أنت بحاجة لسيولة أو بحاجة لمال ولكن الوضع ما بسمح خصوصا بظل الظروف الراهنة أما بالنسبة للبيت التاسع فأنا شايف الأمور جيدة على مستوى البحوث والاتصالات والنقاشات الفلسفية أو الدينية ممكن تخوض في كتير من النقاشات خلال هذا النهار ولكن ما تتزمت برأيك حاول أنك أنت تعمل إذا عندك دراسة أو عندك امتحانات كانت جامعية وتعطلت بظل الظروف الراهنة أنك أنت ترتبها منزليا ما تخليها تتراكم وحاول أنك ترتب الجدول هذا سيكون سابق لأوانه في منكم ممكن يتواصل مع أشخاص خارج البلاد وممكن يعمل نوع من أنواع المراسلات الخارجية أو الاتصالات الخارجية أو أشخاص ممكن تبحث عن قصة الدول أو عن حضارة أو عن ثقافة معينة أما بالنسبة للبيت العاشر فأنا شايف الأمور جيدة على مستوى البيت العاشر رغم الضغوطات اللي موجودة فعشان هيكي بنقول لك في مكان عملك ممكن تنضغط أنت بشكل كبير من الأعمال الموكلة لأيلك حاول أنك أنت تنفذها لأنها هاي زي عتبة صبر بالنسبة لأيلك ممكن تكون ممتازة بالفترة القادمة ما تحاول تتغيب أو تتأخر وبتقدر تنجز الأعمال إذا أوكلت إلك أعمال في الفترة هاي ولكن بدون حدية بالطبع أما بالنسبة لأبيتك 11 فروتين قاتل موجود عندك مش حاب تتواصل مع حدا إلا بشكل روتيني ما عندك حرارة حتى للتواصل عندك نوع من أنواع التذمر من تصرفات بعض الأشخاص خصوصا الأصدقاء أو المعارف فعشان هيكي حاول أنك أنت ما تحتد خلال هذا النهار ومشي نهار على خير أما بالنسبة لأبيتك 12 بيت متعبك يعني في نوع من أنواع الضغوط الخفيفة جدا موجودة وخصوصا في ساعات ما بعد العصر عشان هيكي ممكن تشعر في بعض التوعع وكات الصحية أو بعض التعب أو الإرهاق حاول أنك أنت تنظم جدول غذائك بشكل جيد وحاول أنك تأخذ قسط من الراحة الأمور ما بتستاهل أنك أنت تنفعل أو تعصب وحاول أنك تهتم أو ممكن تهتم بصحة أحد المقربين لا إلك برج الأسد أنجزوا ما بوسعكم من العمل المتراكم دون المبالغة في إنجازوا يعني ما ترهقوا حالكم انتبهوا لغذائكم وراحتكم كون منظما وأحسن إدارة عملك وحاذر من الجدال مع المعاونين وما تهمل صحتك لا تأجل ولا تماطل عملك حتى لو اضطريت العمل للعمل ساعات إضافية طبعا القمر موجود في بيتك السادس فعشان هيك بضغطك على مرحلتين أو على مكانين بضغطك على الصحة وبضغطك بالعمل يا سلام نقصنا إحنا الصحة كمان يا الله أما بالنسبة للبيت الأول فأنا بقول لك أنه اليوم الوضع تقريبا روتيني عادي يعني الأمر طبيعي تتعامل بطبيعتك صحيح أنه في نوع من أنواع الحدية في الطباع أو العصبية أو بتيجي الأشياء بعكس ما أنت بتتخيلها فبتوترك وبتحد من عصبيتك أو بتحد في عصبيتك وهذا الإشي واضح تماما بلش معنا مبارح أما بالنسبة للبيت الثاني فأنا شايف أنه الأمور على مستوى المال مرهقة جدا كمان وعلينا التزامات كثيرة وعلينا ضغط كثير وعلينا متضلبات للفترة الجاي كثير وعلينا أشياء ما شاء الله كثير فعشان هيك لازم نمسك إيدنا صحيح أنه علينا التزامات بتخلينا ما نمسك إيدنا ولكن أنه منصرف بالأشياء الضرورية جدا يعني أنا بنصح فيك وبنصح في حالي يعني على حسب الحال يا أسود أما بالنسبة لبوادر فرج ما رح تكون اليومين القادمات يعني الفترة القادمة شوي فيها نوع من أنواع الضغط فعشان هيك يعني بعينكوا الله وامسكوا حالكوا عن المشتريات الغير ضرورية أما بالنسبة للبيت الثالث يعني هذا شيئا ما بعطيناك سرعة البديهة بالتعامل قدرة التواصل الاتصالات المواصلات اللي اهتمام بأشخاص آخرين نحاول نتواصل معاهم أو نتصل فيهم نقدر نقنع أي شخص بوجهة نظرنا نقدر أنه نتحاور نعمل دراسة معينة أو بحث معينة أو الإطلاع على شيء معينة عنا نوع من أنواع النشاط عالي نسبيا فهذا إشي إيجابي أما بالنسبة للبيت الرابع يعني رغم الحدية اللي موجودة على مستوى البيت إلا أنه إحنا شوي في نوع من أنواع القصور مع أفراد البيت ممكن هو من الضغط اللي موجود علينا ممكن نوع من أنواع الضجر من الأشياء اللي دائما بنسمعها في أشياء بتضغط علينا على مستوى البيت في ساعات المساء ممكن يصير في نوع من أنواع الاهتمام في مسألة أو مشكلة أو جمعة أو لمة إلها علاقة بأفراد العائلة تتباحث أو بصير في تباحث لمسألة معينة أما بالنسبة للبيت الخامس فالأمور العاطفية روتينية تماما في نوع من أنواع الفراغ اللي موجود في الحالة العاطفية لأسباب عدة ممكن تكون الأسباب الوضعي الحالي اللي موجودة اللي إحنا بنتعيش معها وممكن الأسباب تكون لأنه في نوع من أنواع الضغوط الكثير اللي موجودة علينا فإنه هذا العنصر شوي بيصير فيه نوع من أنواع الضغط لأنه فيه أشياء أهم من العاطف إحنا نفكر فيها بالفترة هاي يعني هذا شيء متوقع أما بالنسبة للبيت السادس فذكرنا في بداية التوقعات أنه الضغط رح يكون على مجالين مجال العمل ومجال الصحة فعشان هيك اللي بيعانوا من أمراض مزمنة أو عندهم ضعف في عضل معينة أو في منطقة معينة في الجسم يحاولوا أنهم يتواقوا قدر الإمكان من هاي الألم أو من هاي الأوجاع أو أنها تتطور الوضع الصحي عندهم لا شيء بحاجة للرعاية الأعمال نقدر ننجز كثير من الأعمال الموكلة لألنا فعشان هيك العمل إحنا اللي منتأقلم معاه أو منأقلمه على الوضع اللي إحنا منكون عنا قدرة على إنجاز الأشياء هاي أما بالنسبة للبيت السابع فطبعا كثرة الضغوط برضو عملت نوع من أنواع التوتر في العلاقات الزوجية فعشان هيك بين الأزواج يعتبروا شركاء فهذا الإشي شوي بيعمل نوع من أنواع الحدية في الطباع أو أنه نوع من أنواع أنك أنت عارف أنه فيه نوع من أنواع القصور أو التقصير ولكن ما عندك قدرة للتغيير أكثر من هيك فعشان هيك بتلاقي أنه الأمر هذا بضغطك نفسيا زيادة فيه ساعات المساء بدك تتجنب أي حدية في التعامل أو عصبية في أثناء نقاش معين أما بالنسبة لتعاملنا مع الشركاء فإحنا برضو اللي منقدر نتحكم في هذا الوضع بما أنه الوضع روتيني برضو فعشان هيك إحنا اللي منتحكم في هذا الوضع إما أنه إحنا منهتم أو ما منهتم على حسب الحياة الاجتماعية اللي إحنا عايشين فيها أما بالنسبة للبيت الثامن فيعني كلها بعود وكلها أشياء بالهوى على الدعم المالي فعشان هيك لسه ما استقرت الأمور عشان نعرف أنه في دعم ولا ما في دعم فعشان هيك الأمور كلياتها معلقة تعليق لا يوم آخر أو لفترة قادمة تحديدا فعشان هيك الأمور على المستوى المالي قصوصا المال اللي ما بعود لنا اللي هو بيجي عن شكل دعم أو قرض أو إشي العلاقة بالميراث أو الأمور هاي كلها فمنلاقيها أنه بالفترة هاي فيها نوع من أنواع الركود بس أنه بنصير فيه علينا نوع من أنواع الضغط بالالتزام والنظر لميزانيتنا وترتيب الأوضاع والأولويات أما بالنسبة للبيت التاسع فطبعا بحاد جدا فعشان هيك فيه نوع من أنواع التهرب من الاتصالات أو التواصل مع أشخاص خارج البلاد أو مش تهرب هو نوع من أنواع أنه عشان ما نحتد وما نعصب وما نثور فإحنا منتحاشى أنه إحنا نعمل هاي الاتصالات أو فيه نوع من أنواع النقاشات ممكن إحنا نبحث عن مسألة معينة إلا علاقة بفلسفي أو دين أو نقاش في مسألة من هاي المسائل فنحتد ونعصب وإحنا منوصل في المعنى اللي إحنا مندن نوصله فما فيه داعي أن ننخوض هاي النقاشات أو الجدالات بالفترة اللي هي فترة بكرة لأنه زي ما هو معروف أنه الآن القمر باتجاه مقابلنا فعشان هيك بضغطنا بشكل كبير خصوصا على هاي المجالات حتى اللي عنده بحوث دراسية أو بحث جامعي كان بالفترة الماضية وبسبب الأوضاع أنها تسكرت الجامعات أو عطلت ممكن أنه حتى ما عنده نفسية أنه يكمل هذا البحث وهو قاعد لحاله أما بالنسبة للبيت العاشر فالأمور على مستوى العمل نقدر ننجز كثير من الأعمال خلال هذا النهار ومنقدر نتعاون مع أي شخص لإنجاز الأعمال إم كان زميل عمل أو رئيس عمل في عنا قدرة للتواصل لوضع خطط وحلول ممكن إحنا نبادر بهذه الأمور وتكون إيجابية بشكل قوي وداعم للفترة القادمة وبدعمنا برضو مستقبلا أما بالنسبة للبيت 11 فاليوم في نوع من أنواع النشاط بالعلاقات العامة ممكن يتوجه لك دعوة لحضور حفلة أو مناسبة أو زيارة برضو هذا الإشي أنت اللي بتتحكم فيه مش هو اللي بتحكم فيك فعشانك أنت راح تنتقي زيارة معينة أو مكان معين تتردد له بالفترة الثلاثة أيام القادمة أنت اللي بتحدد الزيارات وين راح تكون لأي أغراض فيه نوع من أنواع التواصل الإيجابي وممكن أنه أنت تتفقد كثير من الأشخاص خلال هاي الفترة أما بالنسبة لبيت المتاعب فهو اللي بيجيب لك المفاجآت الغير سارة فعشان هيك بدهم يديروا بالهم اللي هم موليد الأسد من أي أمر إلو علاقة بالأمعاء إلو علاقة بالمعدة إلو علاقة بالصدر ضيق النفس الأمور التنفسية وبرضو الأمور اللي إلها علاقة بالعضلات المقابل اللي هي أسفل الظهر ومنتصف الظهر برج العدراء طبعا القمر موجود في البيت الخامس عشان هيك الفترة هاي بتشتد رغبتكم في التقرب من أحبائكم وتعزيز العلاقة معهم ما رح يتخلى الحظ المالي عنكم بتنفرج أساريرك وبتعيش لحظات سعيدة نسبيا فترة إيجابية ومناسبة لطرح الأفكار والارتباط فلا تهمن الواجبات اتجاه العائلة والأحبة صحح أخطائك هاي رسالة هذا النهار فعشان هيك بما أن القمر موجود في البيت الخامس فهو بدعمك في نوع من أنواع الحظوظ شيئا ما والعاطفي برضو شيئا ما فعشان هيك البيت الأول عندك أنت شوي نفسيتك اليوم أحسن من الأيام الماضية في عندك يعني اهتمام بنفسك عالي جدا تقدر أنت تنجز كثير من المهام خلال هذا النهار اللي بتتعلق بالنفسية والشخصية أما بالنسبة للبيت الثاني بفتح لك كثير من المجالات للمكسب المالي أو المكاسب المالية أو بعض الأرباح ممكن يجيك خبر لصفقة تجارية أو لموضوع العلاقة بالأمور المالية أو نوع من أنواع الدعم المالي خلال الفترة القادمة يعني فيه إنجازات على المستوى المال ولكن منقول لك قليل من مصريفك أما بالنسبة للبيت الثالث فمنلاقي أنه اليوم عصبيتك والضغط العصبي اللي موجود عندك ممكن يوترك في أي لحظة فعشان هيك منقول لك أنه دير بالك من أي ضغوط نفسية أو عصبية توتر كل الأشياء اللي أنت تبنيلها تهدها بسبب عصبيتك حاول أنك تتواصل بخدوق عندك قدرة لا إقناع أي شخص بوجهة نظرك عندك سرعة بديهة عالية أما بالنسبة للبيت الرابع فمنقول لك دير بالك ما تهم الواجبات اتجاه العائلة والأحبة لأنه في نوع من أنواع الضغط على المستوى العائلة فعشان هيك البيت متوتر الأمور مع أحد الأبناء أو أحد الإخوة أو أحد أفراد العائلة حاول أنك تمسك عصابك في توجيه الانتقاد أو التوجيه حتى لا حل مشكلة معينة حاول أنك تكون حاضر ما تكون نوع من يعني عصبيتك وحديتك اللي تكون هي المواجهة أما بالنسبة للبيت الخامس فالأمور على المستوى الحضوض بقول لك أنا خفيف شوي ولكن على المستوى العاطفي ممكن تكون شوي عالية ولكن برضو بدك تنتبه أنه أنت ما تعصب وما تتوتر برضو وما تسببش أي مشاكل ما بينك وبين الحبيب أما بالنسبة للبيت السادس فتقدر تنجز اليوم كثير من الأعمال الموكلة لإلك فعشان هيك إنجازك لهذه الأعمال ما رح يضعفك ولكن أنه ممكن تشتغل ساعات إضافية على أساس أنه تقدر تحقق الإنجاز المطلوب منك أما على المستوى الصحي فبقول لك بدك تراقب وضعك الصحي برضو ما زالت الشمس موجوده مقابلك فعشان هيك بتضعف طاقتك فلازم الوضع الصحي يظل مراقب في هذه الفترة أما بالنسبة لبيتك السابع فبقول لك أنا أنه الأمور لسه ضاغطة على مستوى الشراكة المالية والعاطفية فعشان هيك الأزواج والزوجات من برج العذراء في نوع من أنواع التوتر موجود عندهم في العلاقة في نوع من أنواع التدمر والشكوى في نوع من عدم إعجابهم بالتصرفات أو سلوك الشريك فهذا الأمر إذا وجه انتقاد بهاي الفترة بحدية الطباعة تاعتك ممكن تختلق مشاكل كبيرة والأمر ما ينحل بسهولة خصوصا لا طيلة أيام الشهر الأيام الباقي من الشهر أما بالنسبة للبيت الثامن فبشوف أنا حتى في نوع من أنواع الالتزام القانوني عليك أو الالتزام المادي بضغطك بشكل كبير الفترة فعشان هيك أنت مش عارف كيف تنجز هاي الإنجازات أو ترتب هاي الأمور في نوع من أنواع الضغوط بترهقك ماليا فعشان هيك يرتب الأمور بشكل جيدا بدون حدية أو عصبية على أساس أنك تقدر تحقق نتائج خصوصا للفترة القادمة أما بالنسبة للبيت التاسع فشايف أنه اليوم عندك كثير من الاتصالات والتواصل مع أشخاص خارج البلاد ممكن أنت تفقد لأوضاعهم أو لحالهم ممكن نوع من أنواع التواصل الاجتماعي ولكن فيه اهتمامات خارجية كثير فيه بحوث أو دراسة لموضوع العلاقة بالاقتصاد أو بالاستراد أو التصدير أو الأمور التجارية أو مع أشخاص داعمين لإلك من الخارج أما بالنسبة لبيتك العاشر فشايف الأمور على المستوى العاشر يعني فيها نوع من أنواع الإيجابية بمكان العمل تقدر تنجز كثير من العمال المطلوب منك بمساعدة أحد المعاونين أو أحد الزملاء أو رؤسائك في العمل حتى لو عملت ساعات إضافية من العمل تقدر أنك أنت تتحقق كثير من الإنجازات وهذا بدعمت للفترة القادمة أما بالنسبة لبيتك 11 فعندك شغف للتواصل بالأشخاص اللي بتعرفهم والعلاقات العامة تقدر تتواصل معهم في هذه الفترة بشكل قوي جدا ممكن نوع من أنواع تدعيم علاقاتك أو نوع من أنواع التواصل للعلاقات العامة على أساس أنه هذا الإشي بنفعك في المستقبل يعني نوع من أنواع المصالح وممكن يتوجه لك دعوة لحضور حفلي أو مناسبة أو مؤتمر أو اجتماع أما بالنسبة لبيت متعبك فهو اللي بظل يأرقك في الفترة القادمة فعشان هيك يبظل يضعف من طاقتك يوترك يعصبك يخلق لك بعض التوترات على المستوى الصحي فعشان هيك يطاقتك ضعيفة ومنعتك ضعيفة بحاجة لمراقبة يراقب غدائك وطعامك وبرضه يراقب شونك الصحية وإذا كنت أنت من الأشخاص اللي عنده أمراض مزمنة إذا شعرت بأي تعب حاول أنك أنت تراجع طبيبك برج الميزان بوسعكم إدخال أي تعديل مطلوب على مساكنكم تجدوا نوع من أنواع التعاون من أفراد العائلة ممكن تقلق حول وضع عائلي أو منزلي أو تظهر مشاكل شخصية ما تتهرب من المسئولية تجاه العائلة الأجواء عدائية ومتوترة أهم إيش أنك تراعي ووضعك الصحي طبعا القمر بما أنه موجود في البيت الرابع لإلك يعني تربيع مع منزلتك فعشان هيك بضغطك بشكل سلبي على مستوى بيت البيت مش بكل الأوضاع أما بالنسبة للبيت الأول فأنا شايف أنه اليوم يعني فيه نوع من أنواع التوتر النفسي عندك أو نوع من التقلب في مزاجك خلال هذا النهار يعني لحظات أنت جيد لحظات مضطرب لحظات عصبي لحظات مبسوط يعني بتتقلب عندك الأمور بشكل سريع جدا خلال هذا النهار على أكثر من وجه أما بالنسبة للبيت الثاني فأنا شايف أنه الأمور المالية بهي اللي شوي موتريتك بالفترة هاي أو هي من الأشياء اللي موتريتك خلال الفترة هاي فبتضغطك باتجاه المصاريف أو بالاتجاه اللي إله علاقة بالدفعات أو الالتزامات أو نوع من الترتيبات أو الفوترة فيه نوع من أنواع الضغط فعشان هيك نقولك بالفترة هاي قلل من مصاريفك قدر الإمكان وخلي صرفك دائما للإشيء المنطقي والعقلاني أو الإشيء الضروري أما بالنسبة للبيت الثالث فأنا شايف أنه اليوم جيد على مستوى التباحث أو خذ تجربة نقاش معينة أو قناع شخص بوجهة نظرك ولكن برضو بدك تبعد عن العصبية والحدية وقلب المزاج هذا اللي بيجي ممكن يغير مزاجك في لحظة حاول أنك تبعد عن ردات الفعل العصبية والنفسية أما قدرتك على البحث والتواصل والاتصالات والنشاط فهي عالي جدا أما بالنسبة للبيت الرابع فذكرناها في البداية ولكن في منك ممكن يصير فيه عنده نوع من أنواع التغيير أو التعديل على المساكن مثل نشاط تغيير ديكور أو ترتيبات أو من هذا القبيل أما بالنسبة للبيت الخامس فهو ضاغط تماما على مستوى العاطفي فعشان هيك فيه نوع من أنواع الفتور أو الروتين في التعامل مع الحبيب خلال هذا النهار طبعا لأسباب أنه أنت القمر موجود في البيت الرابع لإلك فبضغطك فعشان هيك يكون بيت متاعب البيت الخامس فهذا شوي بيخلي فيه نوع من أنواع التوتر على المستوى العاطفي فخلي علاقتك يعني نوع من أنواع الروتينية بدون مشاكل بيكون أفضل أما بالنسبة للحظوظ فبقولك ما تراهن على الحظوظ نهائيا خلال هذا النهار أما بالنسبة للبيت السادس فأنا شايف أنه في ضغط كبير عليك على المستوى العملي أو فيه نوع من أنواع التقصير أو نوع ما أنه ما فيه مزاج أنك تتحقق أي شيء أو تنجز أي شيء خلال هذا النهار فعشان هيك سهل جدا أنها تتراكم عندك الأعمال وأنك ما تقدر تنجز كثير منها حاول أنك تراقب وضعك الصحي لأنه برضو وضعك الصحي بده نوع من أنواع المتابعة في هاي الفترة فيه نوع من أنواع الضعف ممكن يتخلل لك نوع من أنواع المشاكل الصحية العابرة مش الخطيرة أما بالنسبة للبيت السابع فشايف أنا الأمور على المستوى البيت السابع الشراك المالي والعاطفية شوي فيها نوع من أنواع التوتر فعشان هيك الأمور اللي إلها علاقة بالعواطف أو بالشريك شوي ممكن يصير فيها نوع من أنواع الروتين العادي ولكن أنه في ساعة المساء ممكن تحتد وتعصب من أي تصرف أو موقف ممكن يصير ما بينك وبين الشريك حاول تمسك عصابك أما بالنسبة للبيت الثامن فأنا شايف الأمور على مستوى البيت الثامن شوي فيها نوع من أنواع الروتين برضو فعشان هيك لا دعم زابط ولا أمور مالية زابطة بالفترة هاي أنت بتحاول ترتب الأمور ومضغوط فيها ولكن أنه مش الأمور اللي ممكن تحقق لك نوع من أنواع المساعدات الخارجية فعشان هيك رتب أمورك وعمل دراسة أو طريق الترتيب للوضع هاد بدون الالتزام بمصاريف أو بموعيد أنت ما تقدر تحققها بالفترة القادمة أما بالنسبة للبيت التاسع فاليوم عندك كثير من النشاط أو تفقد بعض الأشخاص خارج البلاد أو الانتصال معهم أو التواصل معهم إما لتفقد حالهم أو أوضاعهم أو ممكن التواصل نوع من أنواع الشغف أو ممكن عائلة أو أقارب إليك خارج البلاد بتحاول أنت تتواصل معاهم للإطمئنان عليهم تقدر اليوم تبحث في أي مسألة العلاقة بعلم النفس أو الفلسفي أو الأمور الدينية وتتناقش فيها بطريقة توصل وجهة نظرك بطريقة سهلة جدا أما بالنسبة للبيت العاشر فأنا شايف الأمور جيدة على مستوى العمل تقدر تنجز خصوصا اللي بيعملوا في مجالات الشركات بيقدروا ينجزوا كثير من الأعمال المكللة لهم بالعكس ممكن يتوكل لهم أمر خلال هذا النهار أو خلال الأمس تحديدا والنهار هذا بيكملوا لدرجة أنه بلفت انتباه الجميع الخطة اللي أنت بتضعها أو الطريقة اللي أنت بتعالج فيها هاي المسألة أو بتضع حلولها إلها أو كيف بتسكر هذا الملف وبتنهي ممكن تنهي اليوم وممكن تنهي بكرة فالأمر إيجابي جدا وبدعمك بشكل قوي خصوصا بتعاونك مع الزملاء أو مع رؤساك بالعمل أما بالنسبة لبيتك 11 فأنا شايف على مستوى العلاقات العامة والأصدقاء اليوم فيه نوع من أنواع الفتور يعني بتتعامل بشكل فاتر جدا بدون عواطف وبدون شغف ممكن تتواصل مع الأشخاص اللي حواليك بس نوع من أنواع الروتين أو التفقد ولكن أنه ما عندك نفس حتى أنك أنت تتواصل مع الأصدقاء أو المعارف بطريقة يعني حتى ممكن أنك تتهرب منهم أما بالنسبة لبيتك 12 بيت المتاعب فهو برضو بضغط عليك شيئا ما بدرجة بسيطة جدا فعشان هيك بضغطك هو البيت السادس على المستوى الصحي بيخلي فيه عندك نوع من أنواع التواعقات الصحية أو الشعور بالإرهاق أو الاكتئاب أو الأمور النفسية الضاغطة وبيضغطك في مكان العمل فعشان هيك حاول تنجز العمال الضرورية وراقب وضعك الصحي أو ممكن تهتم بوضع صحي لشخص من المقربين لا إلك برج العقرب بتنشطه في أمور إلها علاقة بالسفر أو الاتصالات البعيدة أو الاتصالات الداخلية يوم مناسب لاجتياز امتحان ممكن تعززه العلاقة مع أخ أو جار بتدعمك الحظوظ شوي وبتكون جريف بالتعبير عن رأيك وبتتمتع بسرعة بديهة وخاطر بتلفت الأنظر الأجواء اللطيفة وممكن تحمل لقاء عاطفي أو مصالحة أو ورشة عمل لتأهيل قدراتك يعني الفترة هاي فيها نوع من أنواع النشاط الذهني احنا منركز عليها أكثر لأنه هو النشاط الذهني والفكري وهم المهمات خصوصا أنه القمر موجود في بيتك الثالث بدعمك في هذه المسائل يعني بتقدر تناقش اليوم بتوجه أشخاص تقنع أشخاص بوجهة نظرك توصل الرسالة اللي بدك إياها ترتب لأمور أنت بدك إياها يعني الفترة هاي بتدعمك بشكل إيجابي أما بالنسبة للبيت الأول فاليوم برضو نفسيتك نوع الروتيني بتتعامل بشكل روتيني مع الأشخاص اللي حواليك فعشان هيك الأمور مش بالقوة اللي أنت بتنتظرها يعني لسه فيه نوع من أنواع الإحباط أو الكسل عندك أما بالنسبة للبيت الثاني فأنا شايف أنه فيه ضغوطات كبيرة عليك في الفترة هاي من ناحية المادية أو نوع من الالتزامات أو فيه أشياء حابة أنك تشتريها ولكن ما فيه عندك سيولة أو قدرة على أنك أنت تجيبها يعني أفكار كثيرة بتتعلق في أمور المال ولكن لسه ما تضحك بالشكل الوافي عشان تتحقق بالنسبة للبيت الثالث ذكرناه أما بالنسبة للبيت الرابع فالأمور جيدة على مستوى العائلة والبيت والأمور اللي إلها علاقة بالتحسينات والدكورات والترتيبات اللي يهتمام بشؤون العائلة أو أفراد العائلة الأبناء هاي كلها أمور جيدة ممكن تتواصل مع أهلك أو أقاربك خلال هذا النهار نوع من التفقد أو اللقاء العائلي للإطمينان على أوضاعهم وصحتهم أما بالنسبة للبيت الخامس البيت العاطفي فما زالت الأمور ضاغطة عليك بشكل كبير خصوصا أن الزهرة يعني ممتزج أو منتحس فعشان هيك هو اللي موجود في المكان هاد يعني بيضغطك نفسيا خصوصا بموضوع الشراكة وموضوع العاطفي والبيت الخامس برضو موجودة شمس برضو بتتحرك باتصالات وزوايا فبرضو منتحسة فعشان هيك على المستوى العاطفي بتلاقي الأمور ضاغطة بتتفشش في الحبيب أو بتضغط عليه أو ممكن أنك تختلق مشكلة معينة أو صار فيه سوء تفاهم أو تتحسس من تصرفه أو حاسس بقصوره أو إهماله هاي الفترة يعني بتطلب منك الصبر وبتطلب منك الهدوء ما بتطلب منك ردات فعل عنيفة أما بالنسبة للبيت السادس فأنا شايف الأمور على مستوى العمل لأنه اليوم تقدر تنجز كثير من الأعمال الموكلة لإلك رغم أنك أنت بتشعر ببعض الوهن أو بعض التعب أو الإرهاق ممكن إرهاق نفسي أو إرهاق جسدي ولكن أنا شايف أنه الجسدي برضو ظاهر على الساحة فعشان هيك حاول أنك تنجز الأعمال وتفقد وضعك الصحي بشكل جيد وحاول تأخذ قصة من الراحة أما بالنسبة للبيت السابع فبرضو الأمور حادة على مستوى الشراكة فعشان هيك بيت الشراكة يعني بعطيك شوية أزمة خلال هذا النهار حاول أنك أنت ترتب أمورك مع الشريك بطريقة عقلانية بدون عصبية وتوتر أما بالنسبة للبيت الثامن فالأمور على مستوى المال المنح ممكن أنه يكون فيه نوع من أنواع المساعدات أو ترتيب أمور للحصول على أموال بشكل دعم خارجي يعني نوع من أنواع الديون أو تحصيل الديون أو شغل إلى علاقة بالمواريث أو بأشخاص أنت بتعرفهم ممكن يدعموك ماليا تقدر تتحرك بهذا الاتجاه أما بالنسبة للبيت التاسع فكثير من الاتصالات اليوم رح تكون عندك رح تتفقد كثير من الأشخاص خارج البلاد تتصل معهم وتطمئن على حالهم ممكن تبحث في أمور العلاقة بالفلسفة أو بعلم النفس أو المسائل الدينية ممكن تتناقش في مسائل ممكن تكون شوي بتتطلب أشخاص زيك وعندهم قدرة عالية على التحليل وترتيب الأمور يعني أمور الغيبيات والأمور المغيبات هذه برضو ممكن تهتم فيها خلال هذا النهار أما بالنسبة للبيت العاشر فأنا شايف على مستوى العمل يعني فيه كثير من الضغط فعشان هيك بتلاقي أنه التعب والإرهاق واللي بسيطر عليك أكثر إشي ولكن مع التعاون أو بالتعاون مع زملائك أو رؤسائك بالعمل بتقدر تنجز كثير من الأعمال المكللة إلك أما بالنسبة لبيتك 11 اليوم فيه عندك رغبة وشغف للتواصل مع بعض الأشخاص أو زيارة بعض الأشخاص أو دعوتهم لزيارتك فيه نوع من أنواع التواصل مع الأصدقاء والمعارف تتفقد كثير من الأشخاص خلال هذا النهار أما بالنسبة لبيت المتاعب وهو هذا اللي بسبب لك إرهاقات كثيرة أنه بوترك على المستوى النفسي والمستوى الجسدي فعشان هيك بعمل توتر هذا ألام بالمفاصل ألام بالعضلات وممكن نوع من أنواع الصداع فعشان هيك حاول أنك تتجاوز الفترة هاي بطريقة بدون ما ترهق حالك زيادة راقب وضعك الصحي حاول تنجز العمال المكللة إلك بدون تقصير يعني حتى لو عملت ساعات إضافية حاول أنك تخلد للراحة راقب غذائك وعلاجاتك برج القوس تم فرصة لمكسب مالي من عمل إضافي مع هيك كونوا حذرين في النفقات امتنعوا عن مشتريات غير ضرورية ممكن تهتم بتوظيف أموالك ولكن بدك تكون عاقل في صرف الأموال ممكن تهتم لمناقشة أو لدعم مالي أو قرض أو تفكر في بعض الاستثمارات أو التوظيفات فترة إيجابية ممكن تحقنك من خلالها ربح يعني القمر في بيتك الثاني بدعمك بشكل جيد ممكن تحقق كثير من الإنجازات خلال هذا النار على المستوى المالي أما بالنسبة للبيت الأول فنفسيتك اليوم يعني شيئا ما أحسن في عندك نوع من أنواع الراحة النفسية بساعات الظهر ممكن كمان ترتاح أكثر وأكثر تستقر أمورك النفسية والمعنوية يعني لا حدث أو لا خبر أو لا شيء ممكن يطرأ على ساحة جديد أما بالنسبة للبيت الثالث فما زالت التقلبات النفسية عندك والتوتر موجود فعشان هيك بتشعر في كثير من التقلبات أو الإضرابات خلال هذا النهار وخصوصا بأثناء النقاشات بتكون واضحة أو أثناء التنقلات بيكون في عصبية وحدية في الطباع لدرجة أنه أي شخص ممكن يتصرف أي تصرف يستفزك فعشان هيك حاول تمسك عصابك وما تستسلم للاستفزازات أما بالنسبة للبيت الرابع فهو ضاغط عليك بشكل كبير فعشان هيك التوترات كلها من داخل البيت إما أنه مش قادر تنجز أعمال داخلية في البيت أو بتتراكم عندك الأعمال بشكل كبير داخل البيت أو ممكن تصرفات بعض الأشخاص بتوترك زيادة داخل البيت فعشان هيك حاول أنك إذا صار عطل معين أو صار اهتمام معين في المنزل حاول تهتم فيه بالشكل عقلاني بدون عصبية حاول تمسك عصابك أما بالنسبة للبيت الخامس فهو فارغ تماما من الحدود ومن العواطف فعشان هيك بتتعامل أنت بشكل روتيني مع الحبيب تحاول تتواصل معه يعني بنوع من أنواع الروتين ولكن أنه من داخلك فيه نوع من أنواع الغضب ليش؟ بعود طبعا للوضع الفلكي والخارطة الفلكية الموجودة حسب ميلادك أما بالنسبة للبيت السادس فالأمور جيدة عن مستوى العمل بتقدر تنجز كثير من الأعمال الموكلة للا إلك بتقدر ترتب أوضاعك بشكل جيد تهتم بوضع صحي أو بنوع من أنواع التغذية أو أشياء لا علاقة بالطب البديل لا خلطة أعشاب فيتامينات شغلات من هذا القبيل وممكن استشار الطبيب في مسألة معينة أما بالنسبة للبيت السابع فالأمور على مستوى الشراكة المالية والعاطفية جيدة بتقدر تتواصل مع الشريك بشكل جيد بتقدر تحط حلول كثيرة لأمور مستقبلية أو تضع خطة لحل مسائل مستقبلية التواصل جيد والتفاهم جيد ما بينك وبين شريكك بالمال أو العاطفة أما بالنسبة للبيت الثامن فأنا شايف في ضغط كبير على المستوى المالي فعشان هيك في مصاريف والالتزامات عليك قاعدة بتتراكم شوي شوي أم أرقيتك بتحاول أنك تضع حلول أو تجدو الأمور إلى علاقة بالمال ولكن أنه الأمور ضغطة عليك ممكن طلبة أموال أو مساعدة من أشخاص معينين ولكن لسه الأمور ما وضحت وما صارت بين إيديك فعشانك أنت تنضغط من الوعود الكذابة وهذا الإشي اللي صاير معك هاي الفترة أما بالنسبة للبيت التاسع فاليوم في نوع من أنواع التفقد أو الاتصالات مع الأشخاص خصوصا أشخاص خارج البلاد ممكن تفقدية أو اتصالات عادية ممكن للإطمئنان ولكن أنه نشاطك أنت مش بالقوة أو يعني نوع من أنواع الروتين بس أنه أنا والله بتتصل في هذول الأشخاص بس بتقدهم وخلص أما بالنسبة للبيت العاشر ففي أمور جيدة اليوم على المستوى البيت العاشر بتقدر تنجز كثير من الأعمال الموكلة لا إلك وخصوصا اللي فيها نوع من أنواع التعاون يعني الأشياء اللي إلها علاقة بالشركات أو المؤسسات الكبيرة فعشان هيك اليوم تقدر تتعاون أنت أحد المعاونين أو الزملاء في تحقيق مسائل معينة أو إنجازات معينة على مستوى العمل وهذا الإشي رح يعمل نوع من أنواع الإطراء إلك مع رؤسائك بالعمل يعني أنه مور جيدة على مستوى هذا البيت أما بالنسبة لبيتك 11 ففي نوع من أنواع الضغوط فبينك وبين أحد الأصدقاء ممكن تتوتر العلاقة أو ممكن تتوتر في طريقة الاتصال معاه أو يشحنك بطاقة سلبية أو أنه أنت تسمع شكواه فينرفزك ويعصبك حاول تمسك عصابك وما تستسلم لكل الشكاوي اللي ممكن تنترح عليك أما بالنسبة لبيتك 12 فهذا بيت متعبك هو اللي شوي بوترك وبضعفك نفسيا وجسديا فعشان هيك إنجز الأعمال الضرورية المهمة حاول تتفقد وضعك الصحي بشكل جيد والنفسي كمان وحاول أنك تخلد للراحة ممكن تهتم بصحتك أو بصحة أحد المقربين لا إلك برج الجدي ثقتكم بأنفسكم كبيرة وبعمكم النشاط بادروا لخطوة جديدة بالدعم من مكانتكم الاجتماعية فيه نوع من أنواع الانفراج وممكن تقدم ملموس بعد مراوحة وركود عليك التحلي بحكمة وواقعية خصوصا في حل بعض الأمور ممكن تشتد عزيمتك وترتفع معنوياتك خلال هذا النهار وممكن تستعيد سيطرتك وتحقق نجاح باهر يعني إذا استغلت الفرص بشكل جيد اليوم بتحقق إنجازات كبيرة المستوى النفسي أنت نفسيا مرتاح يعني فيه نوع من أنواع الاستقرار النفسي عندك رغم أنه فيه أشياء كثيرة بتوترك ولكن أنت قادر تطلع من هذا الجو بطريقة نفسية حلوة بمزح وضحك ممكن تغير نفسيتك بإيدك هذا إشي جيد على مستوى أنك أنت كيف تشحن حالك بطاقة إيجابية بالفترة اللي إحنا فيها خصوصا بهذا اليوم أما بالنسبة للبيت الثاني فأنا شايف الأمور المالية شوي بتعملك نوع من أنواع الأرق لأنه في عليك التزامات أو ترتيبات مالية خلال الفترة هاي أو بعض الدفعات أو بعض الالتزامات المالية بتوترك وشوي مشغل فكرك حاول أنك أنت تصبر شوي الأمور يعني جاية على حلول ولكن أنه الأمور بحاجة لنوع من أنواع الحكمة والصبر وبتمشي الأمور بإذن الله تعالى أمشي قلل من مصاريفك أما بالنسبة للبيت الثالث فأنا شايف أنه الأمور على مستوى البيت الثالث فيها نوع من أنواع التوتر والعصبية في أثناء النقاشات أو الحوارات أو التنقلات حاول أنك أنت تمسك أعصابك شوي لأن الأمور تمشي بعكس ما أنت بتتخيل أو فيها نوع من أنواع التباطؤ ولكن هاي فترة بسيطة بعدين الأمور إن شاء الله بتتحسن بشكل إيجابي في الفترة القادمة ولكن حاول أنك تحد من عصبيتك أثناء النقاشات أو أثناء التحاور مع أشخاص لأنه ممكن تحتد وتعصب في لحظة أما بالنسبة للبيت الرابع فالأمور لغاية ساعات الظهر أو العصر تقريبا روتينية طبيعية ولكن في ساعات المساء يعني بتحتد عصبيتك على أحد أفراد المنزل أو ممكن يصير شيء يوترك في نوع من أنواع التقصير على مستوى إنجازات البيت ممكن ترتيبات أو إرهاقات أو في أشياء لها علاقة بالأوراق أو المستندات أو تجهيز أشياء معينة ممكن أشياء بتهم نوع من أنواع الصيانة الداخلية للمنزل أنت شوي في هذا الباب في عندك نوع من أنواع الكسل يعني نفسك تعمل بس مش قادر تعمل أما بالنسبة للبيت الخامس فالمستوى العاطفي جيد جدا تقدر تتواصل مع الحبيب بشكل ممتاز جدا ما فيه أي شيء يقرق أو يعمل أي نوع من أنواع الشبهات ما بينك وبين الحبيب بالعكس عندك رغبة جامحة للتواصل معه وفي المقابل هو بتواصل معك بنفس الطريقة ما فيه أي حدية في التعامل فعاطفيا جيدة ومن ناحية الحضوظ برضو بتدعمك بشكل جيد أما بالنسبة للبيت السادس فهو بتدعمك على المستوى العملي فعشان هيك بتقدر تنجز كثير من الأعمال الموكلة لأيلك خلال هذا النهار بتقدر ترتب أوراقك بشكل جيد بتقدر تعمل أشياء ما حد بيقدر ينجزها يعني بالشكل اللي أنت بتقدر تنجزه وفي نفس اللحظة عندك رقابة معينة على الوضع الصحي إما اليوم أنك بتبلش أنك تأخذ خلطات معينة أو تخترع خلطات معينة لأجل عشبية مثلا أو فيتامينات لأجل مكملات غذائية أو أشياء من هذا القبيل أما بالنسبة للبيت السابع فالأمور جيدة وروتينية لغاية ساعات المساء في ساعات المساء شوي بيصير في نوع من أنواع الحدية أو سوء التفاهم ممكن يضغطك بأثناء تعاملك مع الشريك شريك العاطفي وشريك المال فامسك أعصابك شوي عشان ما تتوتر الأمور بزيادة وما تصل الأمور لمرحلة إنها تصير مشكلة حاول إنك تمسك أعصابك لأنه الفترة الجاي كمان يعني في عندك كمان يومين فيهم نوع من أنواع الضغط فحاول إنك ما تبدأ بالهجوم يعني مبكر أما بالنسبة للبيت الثامن فما زالت الأمور على المستوى الوعود المالية ضعيفة فعشان هيك هذا إشي ممكن يوترك أو يرهقك يعني ممكن إنها عادت بمنوع من أنواع المساعدة أو في أشياء الهلاقة بالمساعدة ولكن بسبب ظروف ما تأخرت فأنت معول عليها بشكل جيد ولكن الأمور لسه ما وضحت بالشكل القويم حاول إنك أنت تمسك أعصابك وترتب أمورك والجدولها بس لتأجيلات بسيطة على فترة بسيطة وبعدين الأمور إن شاء الله بتنحل أما بالنسبة للبيت التاسع فعندك كثير من الاتصالات الخارجية اليوم أو تفقد أشخاص خارج البلاد ممكن تهتم بأشخاص وتطمئن على حالهم أو على وضعهم يعني أو نوع من أنواع البحث في أمور العلاقة بالأمور الفلسفية أو الدينية أو تتناقش في مسائل من هذا القبيل عندك شغف لهذه الأمور وعندك قدرة على الإقناع والتواصل ممكن تعمل بحث أو تعمل دراسة معينة على مسألة معينة أما بالنسبة للبيت العاشر فأنا شايف أن الأمور على مستوى العمل خصوصا مع مستوى الشركات اليوم تقدر تنجز كثير من العمال بالتعاون مع أحد الزملاء أو رؤساك بالعمل أهم شيء أنك ما تتغيب وما تتأخر عن دوامك وما ترفض أي عمل أو توكيل بيتوجه لك خلال هذا النهار أما بالنسبة لبيتك 11 فشايف أنه في نوع من أنواع الفتور في التواصل مع الأشخاص اللي أنت بتعرفهم أو العلاقات في نوع من أنواع يعني ردات الفعل اللي أنت بتتجنب التواصل مع الأشخاص اللي أنت بتعرفهم يعني في نوع من أنواع يعني تهرب نقدر نسميها لأنه في عندك أكثر من شغل بمشغل فكرك أهم من هذه الأمور في الوقت الحالي يعني بتبدي إشي على إشي أكثر وإذا صار وإنك تواصلت مع أحد الأشخاص فبكون من باب الروتين فقط لا غير أو من باب رفع العتب زي ما بقولوها أما بالنسبة لبيت المتاعب فهو شوي معك وشوي ضدك فعشان هيك بتشعر أن الأعمال بتتراكم عندك خلال هذا النهار وبتشعر أنه في عندك نوع من أنواع التعب أو الإرهاق الجسدي أو النفسي بأرقك شوي ولكن في المقابل أنت بتقدر أنك تحقق كثير من الأشياء راقب وضعك الصحي وراقب غذائك حاول تأخذ قسطة كافية من الراحة وما ترهق حالك بأشياء أنت لسه ما بتقدر أنك تنجزها أو وعود توعد داس بأشياء وما بتقدر توفيهم بالوعد برج الدلو يوم آخر بيتطلب منك الانتباه بشكل جيد لصحتك وعدم المبالغة في إنجاز ما لديك من عمل متراكم ابتهدأ وطيرتك لحد الركود ممكن تلغي هاي الفترة من شريعك أو بتعاني من تراجع معنوي أو صحي أهمش أنك ما تحسم أمر الفترة هاي سلبية ومخيبة للآمال ممكن تندم على أي خطوة بتقوم فيها وإنت متسرع يعني بدون عقلانية السبب أنه القمر موجود في بيت متعبك بضغطك بشكل كبير فعشان هيك بدك تكون محتاط الفترة هاي تمشي هاليوم هذا على خير لحديث ما القمر يوصل لعندك أما بالنسبة لبيتك الأول فنفسيا أنت مضغوط عندك نوع من أنواع العصبية بتتصرف بطريقة غير مدروسة أو غير حكيمة فعشان هيك الفترة هاي حاول أنك أنت تمسك أعصابك لحديث ما القمر يوصل عندك يعزز شوي من طاقتك ويعطيك جرعة أنك تقدر أنت تتحرك بنشاط وثقة بالنفس أما بالنسبة للبيت الثاني فأنا شايف أنه الأمور فيها نوع من أنواع ضغط على المستوى المالي بشكل كبير في مطالبات مالية أو في أمور مالية بترهقك أو في نوع من أنواع الفوترة أو الالتزامات ولكنها صعبة خصوصا في هاي الفترة حاول أنك تمسك أعصابك وقلل من مصاريفك ترتب الأمور بشكل عقلاني بدون ما تتوتر أما بالنسبة للبيت الثالث عندك يعني شغف للاتصالات والمواصلات وعندك قدرة على التواصل مع المحيط تبعك بتقدر تقنع أي شخص بوجهة نظرك ولكن تجنب العصبية ممكن ترتب لبحث معين أو لقصة معينة أو لأمور إلها علاقة بالدراسة أما بالنسبة للبيت الرابع على مستوى البيت في أشياء مرقيتك أو مزمة الوضع عندك فعشان هيك بتطلب منك الحكمة وبتطلب منك الصبر ممكن تنشط في أمور إلها علاقة بالترتيبات أو الصيانة أو أمور بيتية إلها علاقة بالإخوة الجيران الأهل الأمور إلها علاقة ببعض الصيانة أو الأشياء اللي بتتعلق في البيت ممكن اجتماع عائلي أو اتصال مع أشخاص من العائلة لترتيب مسألة معينة أما بالنسبة للبيت الخامس فالبيت الخامس الشوي على المستوى العاطفي جيد يعني تقدر تتواصل أنت والحبيب أو تضع أنت وياه نقاط معينة نوع مش روتيني أعلى من الروتيني بشوي فعشان هيك العمر العاطفي عندك جيد خلال هذا النهار فعشان هيك الأمور مش مخيبة بالآمال بالعكس تتواصل بطريقة لبقة جدا وممكن أنه يكون في نتائج جيدة ما بينك وبين الحبيب وممكن العواطف تدعمك أو الحضوذ تدعمك في مسألة معينة أما بالنسبة للبيت السادس فأنا شايف الأمور جيدة على مستوى العمل تقدر تنجز كثير من الأعمال الموكلة لإلك خلال هذا النهار وممكن أنك أنت تبادر بعمل جديد أو تضع خطة لعمل جديد خلال الفترة القادمة أما بالنسبة للوضع الصحي فممكن تهتم بصحتك أو بصحة أحد المقربين لا إلك أما بالنسبة للبيت السابع فأنا شايف أنه في ضغوط على مستوى البيت السابع مع الشراكة أو على مستوى الشراكة المالية والعاطفية فعشان هيك ممكن أن يصير فيه نوع من أنواع الحدية في الطباع خصوصا من ساعات الظهر هاول تمسك أعصابك وما تحتد الزيادة يعني الأمر ما بتطلب الحدية بكفي الوضع العام اللي موجود يعني أمور عابرة ما في داعي أنك أنت تركز عليها وتعصب عليها بتقدر تتجاوزها بنوع من أنواع الحكمة والصبر أما بالنسبة للبيت الثامن الأمور على المستوى المالي ممكن اليوم تكون إيجابية من ناحية الدعم أو من ناحية مطالبة لدعم معين أو طلب مساعدة من أشخاص معينين يدعموك ماليا فيه أشياء معينة ممكن أنها تصير على المستوى هاد وممكن أن تتهيئ حالك لا شيء قادم ممكن يجيك نوع من أنواع المساعدات ولكن بتطلب منك الأمر هاد يعني شوية حكمة في عملية جدولة وفوترة الأمور والالتزامات أما بالنسبة للبيت التاسع فشايف فيه نوع من أنواع التواصل الخارجي ممكن تتواصل مع أشخاص خارج البلاد أو اتصالات أو ممكن تفقد ممكن تطلب أشياء معينة أو تسعى للسؤال عن أشياء معينة فيه منك ورح يهتم في أمور إلها علاقة بالغيبيات أو الفلسفة أو الدين أهم شيء أنه في النقاشات ما تحتدوا وخصوصا في ساعات ما بعد العصر أما بالنسبة للبيت العاشر ففيه نوع من أنواع الضغط الكامل عليك بالنسبة للعمل اللي بيصير من ضمن مؤسسات فعشان هيك هذا الإشي برهقك وبوترك ممكن تتراكم عندك بعض الأعمال ولكن إن تعاونت مع زملائك أو مع رئيسك بالعمل ممكن تنجز كثير من هاي الأعمال المتراكمة أما بالنسبة لبيتك 11 فأنا شايف الأمور جيدة على مستوى العلاقات العامة ممكن تتواصل مع أشخاص أو تقوم بزيارة أو يتوجه لك دعوي لحضور حفلة أو مناسبة أو ممكن أن تصير عندك زيارة معينة أو تهتم ببعض الأصدقاء بشكل مباشر أو بحل قضايا معينة إلها علاقة بأحد المقربين أو بأحد الأصدقاء أما بالنسبة لبيت المتاعب فهو بضغطك نفسيا وفي العمل والجسديا يعني ممكن صحيا شوية تحس ببعض التوترات ممكن نفسيا وممكن يتراكم عندك بعض الأعمال حاول أنك تراقب وضعك الصحي وحاول أنك تنجز المهم من أعمالك وحاول أنك تأخذ قصد كافي من الراحة برج الحوت بوسعكم تعزيز صداقاتكم منكم ممكن يحقق أمني بمساعدة صديق وممكن برضو منكم يشارك في مناسبة سعيدة ممكن تتسع الأفاق وممكن تحتفل بنجاح أو تطور علاقة معينة ممكن تعزز شعبيتك وتحصد أرباح خلال هاي الفترة ممكن تفرح لوقوف أحد الأصدقاء أو الأقارب إلى جانبك وممكن تخف الضغوط بشكل ملفت للانتباه أو ويطمئن بالك طبعا القمر معروف أنه لما بيكون في بيت الأصدقاء يعني في بيتك الـ 11 بدعمك بشكل جيد لأنه بيت صديق لا إلك بالنسبة لبيتك الأول رغم الضغوط النفسية اللي موجودة عندك يعني شوي بلشت تتحسن بشكل إيجابي ولكن أنه بدك تحاول أنك تنجز خلال الفترة هاي الأعمال الموكلة اللي لا إلك يبل ما أنه القمر يوصل لبيت متاعبك للدلو فعشان هيك هذا الأمر بضغطك شوي ممكن عركست بعض الأمور أو خربطت الأمور اللي صارت حواليك أو الالتزامات للزيادة اللي صارت عليك ضغطت نفسيتك بشكل كبير أما بالنسبة للبيت الثاني على المستوى المال فأنا شايف أنه الأمور جيدة بتقدر أنت تتحكم فيها رغم أنه فيه نوع من أنواع الضغط المالي إلا أنه أنت قادر ترتب أمورك بطريقة عقلانية بالفترة هاي فيه ضغوط فيه التزامات لكن حاول أنك برضو ما تصرف بمكان يعني ما فيه داعي أنك تصرف فيه يعني مثل مشتريات أنت مش بحاجتها أو كماليات أو أشياء من هذا القبيل في منكو رح يهتم خصوصا بالبيت الثالث بيت الاتصالات والسفر البعيد السفر القصير عفوا والمواصلات يعني يهتم بأمور إلها علاقة بالاطلاع على التكنولوجيا جديدة إما إلها علاقة بالسيارات أو إلها علاقة بالهواتف فيه منكم ممكن يفكر شراء هاتف أو شراء سيارة فيه منكم ممكن ينشط ذهنيا أو فكريا في نوع من أنواع التواصل ويوصل رسالة معينة أو بحث معين بتنشطه في هذا المجال اليوم بشكل كبير وواسع جدا أما بالنسبة للبيت الرابع ففي نوع من أنواع الضغوطات على مستوى البيت الرابع بتضغطك ما زالت الأمور متوترة على مستوى البيت ممكن أنه شغل أشياء لها علاقة بالصيانة أو أشياء لها علاقة بالترتيب أو أشياء لها علاقة ببعض المشاكل المنزلية بتوترك وبترهقك فعشان هيك امسك عصابك وما تحتد أما بالنسبة للبيت الخامس فهو خالي تماما بالأمور العاطفية يعني فيه نوع من أنواع الروتين عندك بتتواصل بس نوع من أنواع التواصل العادي يعني مشي حالك يعني بس أنه بهتم أو بسأل لأنه فيه كثير من الضغوط بتضغطك فعشان هيك الأمر العاطفي مش الإشي اللي موجود على الساحة اللي تهتم فيه بشكل أكبر فيا إما هذا بوجه نوع من أنواع الشكوة منك أو شكوة الشريك من هذا التصرف أما بالنسبة للحضوظ فبقولك اليوم ما تراهن على الحضوظ نهائيا أما بالنسبة للبيت السادس فأنا شايف أنه اليوم فيه عندك كثير من الالتزامات على مستوى العمل أو عمال كثيرة بتتوكل لك فعشان هيك بتكون مرهق ومتعب من كثرة هاي الأعمال حاول تنجزها وما تخليها تتراكم عليك حتى لو طريت أنك تعمل لساعات إضافية أما بالنسبة للوضع الصحي فهو جيد رغم أنه فيه نوع من أنواع التوترات على المستوى العصبي والعضلي يعني بتشكي من أشياء إلها علاقة بشد العضل أما بالنسبة للبيت السابع فالأمور جيدة على مستوى الأمور اللي إلها علاقة ببيت الشراك المالية والعاطفية ممكن تتواصل مع الشركاء لحل مسألة معينة أو لا وضع حلول لأمور معينة الأمور جيدة رغم أنه فيه نوع من أنواع الاهتمام بالشريك بسبب وضع صحي أو بسبب بعض التوترات ممكن لها علاقة بالاقتصاد أو بالمال أو بأمور من هاي القبيل أما بالنسبة للبيت الثامن فهذه الفترة ما فيها أي نوع من أنواع المساعدات أو الدعم عشان هيك مهما حاولت بتلاقي أنه الأمور بتسكر يا إما توعد ويخلف الموعد أو أنه بصير فيه نوع من أنواع التنكر أو فيه عملية الإحجام عن الرد عليك ما تحاول في هاي الفترة لأن الفترة فيها نوع من أنواع الضغوط مش إيجابية فالمساعدات فيها ممكن تكون شبه ضعيفة جداً أما بالنسبة لبيتك التاسع بتهتم باتصالات معينة مع أشخاص خارج البلاد إما لتفقدهم أو نوع من أنواع التواصل فيه منك ورح ينشط في مسائل إلها علاقة بالمشتريات أو التسوق أو احتياطات لالفترة القادمة ممكن شراء أشياء عبر الإنترنت أو من مواقع التواصل الاجتماعي ممكن برضو تنشطه في نقاش أو نقاشات أو جدالات إلها علاقة بالدين أو الفلسفي أو الأمور الراهنة حاول ما تحتد وتتعصب لوجهة نظرك أو لوجهة نظر شخص بتعرفه أما بالنسبة للبيت العاشر فأنا شايف أنه على مستوى العمل بالشركات اللي بيشتغلوا على مستوى الشركات اليوم بيكون عندهم نشاط كثير وعندهم انتصالات كثيرة وممكن خطة أو عمل ترتيب لإشي مستقبلي وبتكون أنت من الأشخاص اللي يوكل إلك أمر معين فأنت في بدايتها بتكون متوتر أو رافض الأمر ولكن في النهاية تجد أنه الأمر هذا لمصلحتك فبتنشط فيه بشكل جدي وقوي أما بالنسبة لبيتك 11 فأنا شايف أنه الأمور مثل ما ذكرناها في بداية الحلقة على مستوى التواصل مع الأصدقاء أما بالنسبة لبيتك 12 فما زالت الأمور مرهقة على مستوى بيت المتاعب فعشان هيك منقول لك راقب وضعك الصحي حاول إذا أنت من الأشخاص اللي عندهم أمراض مزمنة أنك تراجع طبيبك إن شعرت بأشياء غير اعتيادية حاول أنك أنت تراقب برضو كل الأمور اللي إلها علاقة بإنجاز الأعمال عشان ما تتراكم قسم الأمور مهم فالأهم أنت حاول أنك أنت الأهم هو اللي تنجزه لأنه عشان ما يتراكم عليه وراقب أهم شيء الوضع الصحي ممكن بعضكم يلجأ لأخذ بعض الفيتامينات أو المكملات الغذائية في هاي الفترة وفي منكم ممكن يهتم بصحته أو بصحة أحد المقربين لا إله هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء اشهد ج Pete شكرا 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 جملا باため كري ما شكرا 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 اشتركوا في القناة